اشتركوا في القناة 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 بين اغذية وفواكه لذيذة وخضر طازجة فاصابتنا رشة من مبيد الحشرات فمات الصرصور ففزعت وهربت بصعوبة وانا الان احس بوجع شديد انقذيني قطرت النحلة قليلا من الرحيق في فم الذبابة وقالت هذا رحيق فيه شفاء لك ابلعيه وانتظري قليلا وستصيرين بخير رأت فراشة ظريفة النحلة تسعف الذبابة فخاطبتها اتركيها انها ذبابة قذرة تؤذي الناس لا تسعفيها فهي تنقل الجراثيم والمكروبات من المزابل الى الاطعمة فيمرض الاطفال بسببها فهل تستحق المساعدة لا ولكن بعض الناس ايضا يرمون النفايات والقاذورات في الشوارع ولا يحافظون على النظافة بين نحلة وذبابة كانت ذبابة تبحث عن غذاء ذهبت الى مزبلة ثم غادرتها ودخلت ظهرا الى مطبخ منزل فوجدت صرصورا داخله قال لها مرحبا بالضيفة العزيزة هنا اغذية لذيذة نسي اصحاب المنزل غطاءها خذي ما تشتهين اكلت اكلت الذبابة والصرصور حتى شبعا غنى الصرصور ورقست الذبابة فرحا فجأة داخ الصرصور وانقلب على ظهري قالت له الذبابة انهد هل ترقص معي لا انا لا استطيع قد اصابتني رشة مبيد للحشرات فزعت الذبابة وفرت من النافذة كانت نحلة نشيطة تجمع رحيق الازهار في البساتين والحقول لتصنع منه عسلا لذيذا وفي طريق رجوعها الى خليتها رأت الذبابة تتخبط من الالم اقتربت منها وسألتها ما بك اجابتها بصوت منخنق كنت انا وصديق الصرصور نتنقل داخل مطبخ بين اغذية وفواكه لذيذة وخضر طازجة فأصابتنا رشة من مبيد الحشرات فمات الصرصور ففزعت وهربت بصعوبة وانا وانا الان احس بوجع شديد انقذيني قطرت النحلة قليلا من الرحيق في فم الذبابة وقالت هذا رحيق فيه شفاء لك ابلعيه وانتظري قليلا وستصيرين بخير رأت فراشة ضريفة النحلة تسعف الذبابة فخاطبتها اتركيها انها ذبابة قذرة تؤذي الناس لا تسعفيها فهي تنقل الجراثيم والمكروبات من المزابل الى الاطعمة فيمرض الاطفال بسببها فهل تستحق المساعدة لا ولكن بعض الناس ايضا يرمون النفايات والقاذورات في الشوارع ولا يحافظون على النظافة بين نحلة وذبابة كانت ذبابة تبحث عن غذاء ذهبت الى مزبلة ثم غادرتها ودخلت ظهرا الى مطبخ منزل فوجدت فوجدت صرصورا داخله قال لها مرحبا بالضيفة العزيزة هنا أغذية لذيذة نسي أصحاب المنزل غطاءها خذي ما تشتهين أكلت الذبابة والصرصور حتى شبعا غن الصرصور ورقست الذبابة فرحا فجأة داخ الصرصور وانقلب على ذهري قالت له الذبابة انهد هل ترقص معي لا أنا لا أستطيع قد أصابتني رشة مبيد للحشرات فزعت الذبابة وفرت من النافذة كانت نحلة نشيطة تجمع رحيق الأزهار في البساتين والحقول لتصنع منه عسلا لذيذا وفي طريق رجوعها إلى خليتها رأت الذبابة تتخبط من الألم اقتربت منها وسألتها ما بك أجابتها بصوت منخنق كنت أنا وصديق الصرصور نتنقل داخل مطبخ بين أغذية وفواكه لذيذة وخضر طازجة فأصابتنا رشة من مبيد الحشرات فمات الصرصور ففزعت وهربت بصعوبة وأنا الآن أحس بوجع شديد أنقذيني قطرت النحلة قليلا من الرحيق في فم الذبابة وقالت هذا رحيق فيه شفاء لك ابلعيه وانتظري قليلا وستصيرين بخير رأت فراشة ضريفة النحلة تسعف الذبابة فخاطبتها أتركيها إنها ذبابة قذرة تؤذي الناس لا تسعفيها فهي تنقل الجراثيم والمكروبات من المزابل إلى الأطعمة فيمرض الأطفال بسببها فهل تستحق المساعدة لا ولكن بعض الناس أيضا يرمون النفايات والقاذورات في الشوارع ولا يحافظون على النظافة بين نحلة وذبابة كانت ذبابة تبحث عن غذاء ذهبت إلى مزبلة ثم غادرتها ودخلت ظهرا إلى مطبخ منزل فوجدت صرصورا داخله قال لها مرحبا بالضيفة العزيزة هنا أغذية لذيذة نسي أصحاب المنزل غطاءها خذي ما تشتهين أكلت الذبابة والصرصور حتى شبعا غنى الصرصور ورقست الذبابة فرحا فجأة داخ الصرصور وانقلب على ظهري قالت له الذبابة إنهد هل ترقص معي لا أنا لا أستطيع قد أصابتني رشة مبيد للحشرات فزعت الذبابة وفرت من النافذة كانت نحلة نشيطة تجمع رحيق الأزهار في البساتين والحقول لتصنع منه عسلا لذيذا وفي طريق رجوعها إلى خليتها رأت الذبابة تتخبط من الألم اقتربت منها وسألتها ما بك أجابتها بصوت منخنق كنت أنا وصديق الصرصور نتنقل داخل مطبخ بين أغذية وفواكه لذيذة وخضر طازجة فأصابت فأصابتنا رشة من مبيد الحشرات فمات الصرصور ففزعت وهربت بصعوبة وأنا الآن أحس بوجع شديد أنقذيني قطرت النحلة قليلا من الرحيق في فم الذبابة وقالت هذا رحيق فيه شفاء لك ابلعيه وانتظري قليلا وستصيرين بخير رأت فراشة ضريفة النحلة تسعف الذبابة فخاطبتها أتركيها إنها ذبابة قذرة تؤذي الناس لا تسعفيها فهي تنقل الجراثيم والمكروبات من المزابل إلى الأطعمة فيمرض الأطفال بسببها فهل تستحق المساعدة لا ولكن بعض الناس أيضا يرمون النفايات والقاذورات في الشوارع ولا يحافظون على النظافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر